وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة بقيمة 700 مليون دولار وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة راجمات صواريخ متحركة يمكنها إصابة أهداف على بعد 80 كم بدقة بعد أن قدمت أوكرانيا تأكيدات بأنها لم تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا وقال مسؤولون أن الحزمة تشمل أيضا ضخيرة ورادارات والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات وكذلك أسلحة مضادة للدروح ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء أنظمة صواريخ بعيدة المدى يمكنها إطلاق واب من الصواريخ على بعد مئات الكيلومترات على أمل تغيير مسار الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر وفي مقال للرأي في صحيفة نيويورك تايمز قال بايدن أن الغزو الروسي لأوكرانيا سينتهي من خلال الدبلوماسية لكن يجب على الولايات المتحدة تقديم أسلحة وذخيرة كبيرة لتعزيز وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات وكاتب بايدن يقول لهذا السبب قررت أن نزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما تمكنهم من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر